نبغي أن نتوقف عند بعض المسائل المسألة الأولى أنه لا توجد في العراق تعددية حزبية التعددية الحزبية في المفهوم السياسي هي عملية تداول السلطة بين أحزاب وطنية قليلة العدد ولكنها تقوم بمهامها على أتم وجه الآن النقطة الثانية أبرز ميزة للأحزاب السياسية أنها أحزاب وطنية ذات بعدين البعد الأول هو بعد يتماهى مع المفهوم الوطني مفهوم الوطني للدولة في سياستها الخارجية وفي منطلقاتها وفي أطورها العامة التي قائمة عليها البعد الثاني لأي حزب سياسي في الدول التي تعرف التعددية الحزبية هو أن هذه الأحزاب عندها برامج داخلية تتنافس ما بينها في البرنامج الانتخابي من أجل خدمة الصالح العام لو ألقينا نظرة على ما يسمى الأحزاب الموجودة في العراق الآن لا نجد توفر أي بعد من هذه البعدين لا عندهم انتماء وتماهي مع الدولة ومفهومها الوطني العراقي ولا عندهم خدمة للصالح العام أو للمواطنين وبالتالي فقدوا أهلية أو قيمة أو تعريف الحزب بمعناه الحقيقي هذا رقم واحد رقم اثنين للأسف الشديد البيئة السياسية في العراق غير منتجة للأحزاب حتى الآن يعني هناك كثير من الكلام عن تجربة قبل 2003 كان يقال أن هناك نظام الحزب الواحد وهذا صحيح كان يقال أن هناك أحزاب سياسية في العراق وهذا صحيح ولكن عندما ننظر إلى البيئة السياسية في العراق البيئة السياسية في العراق لا تحتاج إلى حرية بقدر ما تحتاج إلى بلورة شخصية وطنية تؤمن بالعراق أولا ثم يلي ذلك بدليل أنه الآن نشهد حرية في حرية مثل ما قال دكتور رافع الآن قدم أنت 2001 يعني عريضة ومبلغ تافه من المال ثم تفتح الدكان اللي تريدها لكن هذه الحرية لا توفر الشخصية الوطنية التي يعبر الحزب عنها